خير الدين مضوي وأعتقد أنه هو موجود معنا عبر الهاتف مساء الخير خير الدين إن كنت في الاستماع مساء الخير محمد والتحيي إلى كل الغيوف وإلى كل مشاهد شكرا جزيلا لك كهران وسهلا بك تحية لكم أيضا خير الدين مبدئيا هل يعني اقتنعتم بالنتيجة المسجلة وأرضتكم أمام فريق الرجاة البيضاوي والله من حيث أنا نقدر أن نقول أنه فريق 11 وكبير إن شاء الله لتألوا لدور المضموعات أنا عاستنا بالنتيجة طبيعة الحال في ذلك الظروف لنا فيها الفريق أمان تقريبا أكثر من 60 ألف متفرد وفريق كان محفز فيها وعنده يعني مدة ما نتوجد في دور المجموعات رابطة أبطال إفريقيا زائد الحكم وتحيزه وظلمه خلال تقريبا 90 دقيقة نظم أنه كانت نتيجة جد وإيجابية بالنسبة لنحن في ذلك كل هذه الظروف لتكرتها لأنه تعرف جيدا أنه الدربية هذه ضد الفريق سواء كانت مغربية أو تونسية أو حتى مصرية يعني يكون فيها تقريبا إذا خذيت يعني شوط كبير خاشتن خارب بيار يعني كل شيء أنه تقدر تلعب المباراة في مباراة العودة ولكن بكل تواضع نحن نحضر مباراة العودة اللي راح تكون أصعب من هذه المباراة أمام الرجاء في ملعب طيب خذي ما دعن الحدود بالنسبة للوفاق خاصة وهو سيدو إفريقيا هو البطل وهو المتوج وهو صاحب الكاس والله إحنا بعنوان كبير وسهل جدا أنه في رحلة الدفاع أو مغامرة أخرى في رحلة الدفاع عن اللقب يعني كل شيء بالنسبة لكل الفرق اللي راح تشارك فيها أنا راح تكون محفظة أكثر من كل الفرق يعني اللي راح تكون تشارك في هذه التصويرات بطبيعة الحال احنا عدنا الاستراتيجية والفلسفة تانا في خوض كل هذه المباراة الحظوظ دائما تكون متساوية خاصة في هذا الدور الأخير طعا كما قلت شوط يعني تابع في التأهل بتعادلنا أمام الرجاء البيضاوي لمكانش سهل خاصة أمام تحيز وظلم التحكيم في هذه المباراة تبقى حظوظنا قائمة دائما كما هي قائمة بالنسبة للرجاء البيضاوي تبقى مباراة سيف هي الفاصلة وهي الفاصلة الوحيد ولو نوعدنا أفضلية أو أسبقية الجمهور والميدان في مباراة العودة نسألوا كل هذه الدورة ان شاء الله لذهاب إلى دور المجموعات يعني ليراح تخذينا على أقل نكمل في رحلة الدفاع عن اللقب تمام خردين إمكانية تأهل أندية الجزائرية الثلاثة في رابط الأبطال هنا أقول فقط وكذا أولمبيشلف في الكعف ولكن هل هي واردة بنسبة عالية في نظرك من خلال نتائج المسجلة لا هذا ما يؤكد قوة البطولة يؤكد أيضا قوة وسحوة الفرق الجزائرية لما نأخذ اتحاد العاصمة ومولودية العلمة وجمعية تشلفه في رقصة حاليا ضمن بين أقوى الفرق حاليا في إفريق لأنه لما تفوز في غانا مثل ما فعله مولودية العلمة ليس بالشيء السهل الذي فعله مولودية العلمة أيضا فوز على الساقس نظن هو فريق كبير وكبير جدا نظن كان حتى هو حصل على كأس الكاف منذ موسمين تحاد العاصمة الذي يقدم في المباراة جدا رغم صعوبتها لأن الفرق الذي لا ننتقى بها في هذا الضور ليست بسهلة الكل يتوقع سهول في هذا الفريق الغيني لكن رشيد رجلز يعرض جيدا أن الفرق الإفريقية تحسن مستوى وتحسن مردودها خاصة فنيا نظن كل هذا حتى ولم تشلف أيضا لرغم يقدم في مردود لبأس به التعادل أمام النادي الإفريقي النبى النسبلية نتيجة جدا إيجابية نظن الصحة هذه تبين أن الفرق الزائرية ستعمل كما ينبغي نظن في طريق واحد وهو طريق التألق لملاء إفريقيين وهذا ما يؤكد قوة البطولة الوطنية على غرار ما يقال هنا وهناك والانتقادات التي تقدم الأنبياء والبطولة نظن بطولة قوية بالفرق التي تتارك إفريقيين والحمد لله إن شاء الله نتمنى أن كل الفرق الجزائرية تتأهل إلى الدور المدواج إن شاء الله خير الدين ولكن خير الدين سمح لي في آخر سؤال من خلال التجربة ومن خلال خبرتكم في هذه المنافسة الصعبة والمعقدة أيضا ما هي متطلبات المواصلة بنجاح في هذه المنافسة في رأيكم والله خاصة في هذا الدور أخي جبال أنه نعرف جيدا التركيز يجب أن يكون في أعلى مستوى خاصة في هذه المباراة الأخيرة والحاسمة لأنه نعرف جيدا تتلعب على جزئية طفيفة وصغيرة جدا كما كان الشيء في مراكب محمد خانس في دار البيضاء أمام الرجال البيضاوي تقدر التلعب على مخالفات على أخطأ شادحة من التحكيم أخطأ شادحة من الدفاع فلذا التركيز يجب أن يكون مطلوب طيلة هذا الأسبوعين والشيء التي تكلمت أنا أخطأ شادحة منذ دقائق فقط من حس التدريب وأكد على هذا الشيء أن التركيز يجب أن يكون مطلوب في هذا الدور والعباء على العمل والتركيز في العمل في التدريبات شيء مطلوب منظم حسب الخبرة ولو أنها صغيرة جدا بالنسبة لنا منظم أهم شيء من هذا الشيء من هذا المنطلق أن التركيز مهم وهذا الشيء لينقص اللاعب الجزائرين حاولوا أن اللاعب يكون في أعلى تركيز بنسبة كبيرة وعالية جدا على قلبه يقدم الشيء ينتظروا منه سواء الطاقم الفني أو الجمهور خير الدين بنسبة للتوقيت توقيت المنافسة يعني أليس هناك فيه مشكل أو إحراج بالنسبة للأندية الجزائرية خاصة لا التوقيت نظن يحرجنا كثير في إفريقيا لما تلعب في هذه الأيام وتعرف جدا الرطوبة عالية وحتى درجة الحرارة عالية جدا وتلعب يعني بعد الظاهرة نظن شيء أفر كثير ولكن نظن نحن هنا في الجزائر وخاصة مع النوادي المغاربية يعني ما فيش إشكال كبيرة ولو يعني تقريبا الساعة الخامسة والرابعان ظن يكون الجو ملأم لأداء مباراة كبيرة خير الدين مضوي شكرا جزيلا لك كنت معنا من سطيف كعادتك أنت حاضر وجاهز نتمنى لك كل التوفيق ونجاح شكرا جزيلا سمعت اللي